يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سمى نحو السمى مترنمى لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول الله سبحانه جل وعلا وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ومن أيام الله المباركات في هذا الشهر العظيم ليلة السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة ليلة ليست كبقية الليالي إنها ليلة كانت ليوم سماه القرآن يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إنه اليوم الذي شهد أول لقاء بين معسكر الإيمان بقيادة محمد بن عبد الله الرحمة المهدى صاحب الرسالة صلوات ربي وسلامه عليه وبين معسكر الكفر بقيادة أمي بن خلف وأبي جهل وغيرهم من قادة الشرك هذا اليوم العظيم الذي غير مجرى التاريخ وقد سجل القرآن الكريم في العديد من المواضع بعضاً من مشاهده وبعضاً من أحداثه ولو رحنا لنتناول كل الأحداث التي اجتملت عليها غزوة بدر الكبرى فإن المقام لا يسع ولكن ارتأيت في هذه المناسبة ونحن في هذه الليلة المباركة أن أقف مع مطلع صورة الأنفال يقول الله سبحانه جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين هذه الآيات أيها الإخواة تناولت موضوعاً من المواضيع الخطيرة وحدثاً من الأحداث الخطيرة التي حدثت في غزوة بدر والتي يهمنا جداً أن نقف معها في غزوة بدر أيها الإخواة وقف الرعيل الأول وكان عددهم ثلثمية وسبعتاشر مجاهد من خيرة الصحابة ممن وطئوا الأرض بأقدامهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم على وشك أن يلجوا إلى المعركة الحاسمة ولا يضمن أحدهم أن يعيش تلك الليلة أو أن يبقى للفجر الموالي يسألون سؤالاً عظيماً ماذا لنا يا رسول الله لو قاتلنا معك؟ هنا السؤال ارتقى بأصحابه إلى حيث يريد الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم مؤمن مقبل غير مدبر إلا كان حقاً على الله أن يدخله الجنة هذا السؤال أيها الإخوة سجلته السيرة قبل أن يدخل المسلمون الصحابة المجاهدون في الغزوة ويباشر الصدار ولكن الله عز وجل بعد ذلك قال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٍ لم يكن عدد الصحابة يتجاوز ثلثمية وسبعتاشر مجاهد وكان عدد المشركين ألفاً بعد أن عاد الأخنس بن شريق بثلثميات رجل فتصوروا أيها الإخوة عدم التكافؤ من حيث العدد والعدة ولكن أيها الإخوة نصر الله سبحانه وتعالى القلة على الكفرة نصرهم الله عز وجل وأيدهم بجنود لم يكن في الحسبان أو في حسبان المشركين أن يجدوا مثل تلك العينات من الملائكة التي قاومت وجاهدت مع المسلمين لكن السؤال كان عجباً حين النصر حين رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم النصر وجاءت تلك الفترة التي يغنم فيها المجاهدون الغنائم اختلف الصحابة يقول سعد بن عبادة والله لقد ساءت أخلاق بعضنا ورفع بعضنا صوته على بعض فرق كبير بين السؤال قبل المعركة والسؤال عندما انتهت المعركة وعندما انتصر الصحابة لقد صار السؤال عن الغنائم عن الأنفال باختصار شديد عندما تسربت الدنيا عندما تسرب المال والغنيمة إلى قلوب الصحابة صار السؤال والجدال بينهم من الذي يكسب هذه الغنيمة؟ ومن الذي من حقه أن يأخذ هذه الغنيمة؟ نعم أيها الإخوة إنها الدنيا حين تدخل بين الأحبة وهذا النموذج هو نموذج نقيس عليه فالصحابة قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم ماذا لنا يا رسول الله قبل المعركة؟ لكم الجنة ولكن السؤال على الغنائم بعد النصر فينزل القرآن يؤدب الأصحاب فيقول يسألونك يا رسول الله يسألونك عن الأنفال عن الغنائم قل الأنفال لله والرسول ما معنى قل الأنفال لله والرسول؟ أي بمعنى أن قضية الغنائم وقضية الأنفال وقضية الأموال ليست قضية يملكها رجل منكم فتقسيمها ما رده إلى الله والرسول ثم جاءت الآية الأخرى التي فصلت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس هو للرسول إلى آخر الآية يسألونك عن الأنفال؟ أهكذا؟ إن حضر السؤال؟ إن حضر السؤال بكم إلى الدنيا؟ نعم يسألونك عن الأنفال؟ قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن فساد الأحبة أو فساد ما بين الأحبة والأخوة ما رده إلى دخول الدنيا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ثم يأتي تصحيح معنى الإيمان ومعنى تعريف المؤمن إنما المؤمنون حصرياً تعريف المؤمنين حتى وإن كنتم في ذروة الجهات فيجب تصحيح معنى الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما لزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إننا في حاجة أيها الأخوة أن نراجع هذه الأمور مع بعضنا البعض لأن الدنيا حين دخلت بين الأحبة أفسدت ما بينهم من المودة فكم نصبر على الصياط ولكننا في حالة الغنائم نختلف إن الدنيا تفرق بين الأحبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى فهم كتاب ربنا فهماً جميلاً والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فالشوق طال والقلب سماء نحو السماء مترمماء لا لا تنقضي أنت للنجوح دواء رمضان 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 لا 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 تنقضي ورحمة الله